بناء الشراكات العربية والدولية بين الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هو الهدف الأبرز للمنتدى العربي لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد المنعقد في بغداد على مدار ثلاثة أيام متتالية والذي نظمته هيئة النزاهة بالشراكة مع المنظمات العربية والدولية وبالتزامن مع التقدم الذي أحرزه العراق في مؤشرات محاربة الفساد نظم الشفافة الدولية كما تعرفون هذه تقارير سنوية ترشل مدركات الفساد في كل دول العالم وجودهم هنا في بغداد وتقريبا صار المسندة يتواصل مع المؤسسات الرسمية في العراق فرصة جيدة للعراق بأنه يستلمون المعلومات قرب عن هذه المؤسسات لذلك العمل مع الشفافة الدولية أعتقد عمل جيد ومهم جدا أكيد هنا نطبع أن يرفع العراق أن يكون هناك موقع متقدم في الشفافية وهذا متأكد يحتاج إلى عمل دعو من كل المؤسسات المنتدى يجده خبراء أمميون فرصة للتعاون بين البلدان في مجال استرداد الأموال والمتهمين لا سيما وأن ملفات الاسترداد تحتاج إلى جهود دبلوماسية وقضائية طويلة واجتماع هيئات النزاهة هذا يمكن أن يؤدي إلى تسهيل إجراءات استعادة الأموال والمطلوبين المنتدى هو فرصة كبيرة جدا لتعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الهيئات المعنية بمكافحة الفساد واسترداد الأموال لأن استرداد الأموال هو عملية متشابكة ولا يمكن لدولة بمفردها أن تنجح فيها وبالتالي فإن التعاون الإقليمي والدولي هو أمر لا مفر منه في مثل هذه الأمور ولاقت جهود العراق في مكافحة الفساد خلال السنتين الماضيتين استحسان الدول الحاضرة وعدوها خطوة كبيرة نحو حماية المال العام من الهدر والسرقة عقد اتفاقية ثنائية وشراكات مع المؤسسات الدولية المعنية سياسة تتبعها هيئة النزاهة في عملية استرداد الأموال والمتهمين من بغداد محمد جبار العراقي الإخبارية